أهلا أحبائنا مشاهدينا لماذا يكره الشيطان كنيسة الرب؟ أول شيء أحبائي يكره الشيطان الكنيسة لماذا؟ لأن هذه طبيعته طبيعته من جوه زي طبيعة الله محبة الله محبة طبيعة الشيطان الكراهية العداء القتل الانتقام السرقة السبي الغزو كل هذه صفات شيطانية فبتسأل طيب لي لماذا الشيطان يكرهنا؟ لأن حقيقة هذه طبيعته خلاص يعني ما بدنا نعقدها بفلسفات طويلة هذه طبيعته طبيعة الشيطان أنه يكره مكتوب عنه هو المشتكي مشتكي على الإخوة ليلا ونهاري يعني كل همه مش بس بيغوينا بيغرينا يسقطنا بعد ما نسقط في التجربة بيبتدي يشتكي علينا أمام الرب بعير بعير فينا بحط زنب وعبئ علينا هذه شغله ليل النهار يشتكي على الإخوة فهو شيطان هو المشتكي كما يعني مكتوب السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أما أنا قد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل لاحظ ما يقول في يحنى 8 آية 44 فمتى تكلم بالكذب اللي هو الشيطان فإنما يتكلم مما له هذا الإش اللي فيه طبيعته المهلك الكذاب وأبو الكذاب مشان هيك أتباعه الكذب عندهم متل شرب المي بيكذب على الصغير والكبير والفاض والمليان هاي طبيعة الشيطان يعني لاحظ الكلمة يتكلم مما له هذا شيء موجود في ذاته في طبيعته طبيعته هي إنه بيكره بيكره الله وبيكره الزواج وبيكره الكنيسة وبيكره عمل الله وبيكره كل شيء جميل